الأستاذ الدكتور مزاحم مطرح سين أستاذ في جامعة القادسية كلية تربية قسم اللغة العربية تولد القادسية 1973 له شهادات كثيرة منها من ماجستير والدكتورة حصل على لقب أستاذ مساعد ثم إلى أستاذ تخصص الدقيقة الدراسات البلاغية والإسلوبية له عدد من النشاطات العلمية والبحثية نذكر الكتب المنشورة منها كتاب المنهج البلاغي في قراءة الشعر شروح الدواوين العباسية ونموذجا وكتاب المعنى في الدراسات البلاغية وكتاب البلاغة القرانية في تفسير مجمع البيان للقبرسي وأثرها في الدرس البلاغي وله عدد من البحوث يتفضل الدكتور بإلقاء موجز عن البحث شكرا جزيلا سيد الرئيس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد عنوان بحثي رسائل الإمام الجواد عليه السلام إلى علي بن مهزياغ الأهوازي دراسة في المضامين والخصائص الأسلوبية شخصية علي بن مهزيار شخصية حقيقة تستدعي الانتباع بدأ حياته نصراني تشرف فيما بعد بالدخول للإسلام وأصبح مقربا من الأئمة عليهم السلام بدءا من الإمام الرضا ثم الجواد ثم الإمام الهادي عليه السلام عليهم السلام جميعا حظي بثناء من الأئمة عليهم السلام جميعا وأبرز هذه الإشادات بشخصية علي بن مهزيار هي ما ورد عن الإمام الجوادي عليه السلام أرسل له الإمام الجواد مجموعة رسائل خاصة قمت بجمعها من مظامها وقدمت فيها هذه الدراسة اقتضت مني الدراسة أن أضعها في ثلاثة مباحث المبحث الأول كان بعنوان علي بن مهزيار دراسة في سيرته ومنزلته عند الإمام الجوادي عليه السلام أما المبحث الثاني فكان بعنوان مضامين رسائل الإمام الجوادي عليه السلام المرسلة إلى علي بن مهزيار أما المبحث الثالث فكان يدور حول الخصائص الأسلوبية التي يميزت هذه الرسائل التي أرسلت إلى هذه الشخصية وختمت البحث بخاتمة أجملت فيها أهم ما توصلت إليه وقائم بالمصادر والمراجع فيما يخص الإحاطة بتفاصيل جزئية بسيطة عن الفصول الفصل الأول يتحدث عن سيرة علي بن مهزيار ومنزلته كانت ربما تتناول أنه كيف أشاد الإمام الجوادي عليه السلام بهذه الشخصية طبعا هذا تولى الوكالة علي بن مهزيار تولى الوكالة الأمة عليهم السلام بعد أن مات عبد الله بن جندب وهو تنص عليه كتب الأخبار القديمة أنه كان من الشخصيات الثقيلة فحامت الأنظار بعد وفاة عبد الله بن جندب إلى هذه الشخصية اللي هو علي بن مهزيار بلغت مدة وكالته للأمة من سنة 200 إلى سنة وفاةه أكثر ربما تقارب 50 سنة وهي مدة مكنته من الإحاطة بعلوم أهل البيت عليهم السلام أبرز المناطق التي يعني هو سكن فيها وكان له دور فيها هي الأهواز التي كانت تشهد آنذاك يعني زلازل متتابعة فالعلي بن مهزيار كتب للإمام الجواد يعني يسأله عن التحول عن هذه المنطقة فكان من الإمام عليه السلام أن رد يعني برسالة يقول فيها لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميسة والجمعة واختسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فإنه يدفع عنكم لما فعلوا هذا الأمر سكنت هذه الزلازل وكان طبعا ذلك يعني بإشارة الإمام بتدخل علي بن مهزيار في هذه المسألة أبرز النصوص التي أشادت بشخصية علي بن مهزيار ما ورد مكتوبا عن الإمام الجواد عليه السلام حينما قال له في رسالة بخطه بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أحسن الله جزاك وأحسن جنته وأحسن جنته ومنعك من الخزي في الدنيا والآخرة وحشرك الله معنا يا علي قد بلوتك وخبرتك في النصيحة والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما يجب عليك فلو قلت هذا يعني إشارة جدا رائعة فلو قلت أني لم أرى مثلك لرجوت أن أكون صادقا وهي يعني غاية ما تكون في المده فجزاك الله جنات الفردوس نزلا فما خفي علي مقامك ولا خدمتك في الحر والبرد في الليل والنهار فأسر الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يحبوك برحمة تغتبط بها إنه سميع الدعاء وواضح النص كيف يشيدوا بهذه الشخصية يظهر من مجموع الرسالة المرسلة المتبادلة بين علي بن مهزيار والإمام الجواد أن هذا الرجل كان لا يقطع بشيء إلا بعد أن يراسل الإمام الجواد عليه السلام حتى في المسائل من قبيل السفر وغيرها كما تظهر بعض الرسائل المتبادلة أنه كان يمر بضائقة مالية وهو لا يستحل أن يأخذ من هذه الأموال التي تجتمع عنده إلا بعد أن يكاتب الإمام الجواد عليه السلام فيرد الإمام عليه السلام برسالة يدعو له فيها بأن يوسع الله ويجيزه بأن يأخذ واسع الله عليك ولمن سألت به التوسعة في أهلك ولأهل بيتك ولك يا علي عندي من أكبر التوسعة طبعا ويدعو له فيما بعد بأن يصحبه بالعافية يظهر من مجمل الرسائل المتبادلة أن هذا الرجل قضى طوال حياته في خدمة الأم عليهم السلام حتى من عبارة الإمام التي يبدو فيها فما خفي علي مقامك ولا خدمتك في الحر والباق من لعل من أهم المهام التي قام بها علي بن مهزيار في زمن الإمام الجواد هو الإصلاح بين الأمميين في ربما فتنة قد نشبت بينهم فالإمام كتب له رسالة أشبه باليثني عليه أو بل هو يثني عليه ويقول أنك قد أدخلت السرور علي في هذا الفعل كانت له مجموعة من الكتب تزيد عن ثلاثين كتاب أغلبها كان في الفقه وكان من المنافحين عن الإمامية الاثنى عشرية وله كتاب في ذلك ربما اسمه رسائل علي بن أصباب الذي كان يتبنى منهج الفطحية فهذه الرسائل كانت بمشورة الإمام الجواد عليه السلام وكان يتبادلها مع هذا الشخص إلى أن تمكنه من أن يقود هذا الشخص إلى أن يرجع إلى مرتب أهل البيت عليه السلام وكان يسأل الإماما إماما أنه من الإمام الذي بعدك وللاختصار ربما لن نذكر هذه التفاصيل فيما يخص مضامين الرسائل باعتبار أنه ينبغي أن نحيط بما هي المضامين التي كانت يتحدث عنها الرسائل ربما نستطيع أن نقول أن المضامين الأولى أو المضمون الأول كان يدور حول تصحيح العقائد ولعل أبرز مسألة كانت تدور في ذلك لوقت هي مسألة قدم الخالق فالعلي بن مهزيار يكتب على لسان أحد الشخصيات أنه يسأله عن قدم الخالق فالإمام يجيب بعبارة عن دعاء والدعاء معروف عندنا وهو موجود مبسوط في كتب الأدعية يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء في إجابة عن مسألة القدم الخالق عز وجل من المسألة العقبية التي تناولتها هذه الرسائل ضمن مضامينها هي مسألة التجسيم والمجسمة يبدو أنه في زمن الإمام الجوات كان هناك مجموعة من المجسمة المحسوبين على أهل البيت عليهم السلام قد وصلوا إلى أن صاروا أئمة جماعة وأئمة صلاة فعلي بن مهزيار يكتب للإمام يسأله عن مسألة الصلاة خلف هؤلاء فالإمام يجيب لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وابرأوا منهم بري الله منهم المضمون الثالث التي تحدث عن هذه الرسائل هي عبارة عن إجابات أشبه بالاستفتاءات الشرعية عن الصلاة مساء الفقهية من قبيل قصر الصلاة وإتمامها وخصوصا في الحرمين أطول رسالة ربما وردتنا متبادلة بين الإمام الجواد عليه السلام وعلي بن مهزيار هي رسالة تخص مسألة الخمص والإمام يعتب فيها عتبا شديدا على الأتباع في ذلك الوقت وهي ربما أطول رسالة سجلت على الإمام الجواد عليه السلام في تبادلها مع علي بن مهزيار في بعض مضامين الأخرى كانت تحمل عبارة عن طلب للدعاء علي بن مهزيار يكتب بالدعاء لنفسه أو لبعض الشخصيات التي توصيه بالدعاء بعض المسجونين فالإمام يكتب له بذلك ويتم نجدة الدعاء الإفراج عن هؤلاء المظلومين أما في ما يخص الفصل الثالث اللي هو الخصائص الأسلوبية فلاحظت الآتي أن الرسائل رسائل الإمام الجواد كلها ربما هي من الرسائل الجوابية وليست من الرسائل الابتدائية باستثناء رسالتين اثنتين هي رسالة الخمص والرسالة الثانية في امتداح المشروع هذه الرسائل كانت تفتتح عادة الرسائل الجوابية أقصد الإمام يعني يفتتحها بهكذا وصل إلي كتابك كما في قوله قد وصل إلي كتابك وقد فهمت ما ذكرت فيه وملأتني سرورا الدل على أنه ثمت رسالة قد تقدمت من علي بن مهزيار الرسائل العموما اللي يرسلها علي بن مهزيار تقوم على الإيجاز إيجاز مضمون ما يريد أن يسأل عنه أو يستفهم عنه ويلخص بلغة واضحة سهلة تبتعد عن الغموض تلتزم اللغة المرسلة تنأى عن القيود الصنعة علي بن مهزيار عندما يكتب يقول يصف هكذا كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام هذا يكاد يكون ثابت في كل الرسائل يصرح باسم الإمام وبكنيته وباسم أبيه وأحيانا حتى باسم جدة ونحن نذكر هذه المعلومة لماذا؟ لأن علي بن مهزيار نفسه عندما سيكاتب الإمام الهادي عليه السلام بعد حين ربما لا يتبع هذا التقليد يعني لا يصرح حتى باسم الإمام كتبت إليه عليه السلام ما يصرح وهذا طبعا خارق كبير غالبا ما يأتي بعد التصريح بهذا كتبت إلى أبي جعفر الشيء المسؤول عنه ما الذي يريد أن يسأل عنه من الذي يريد أن يستفهم عن هذه المسألة حينما يريد أن يكتب علي بن مهزار نيابة عن شخص معين في بعض الأحيان القليلة يصرح بالإسم أنه فلان السائل وفي بعض الأحيان الأغلب لا يصرح بمن هو الشخص الذي يسأل عن أمره وربما كان هذا للحفاظ على سلامة ذلك الشخص الذي يخصه السؤال يلحظ أن رسائل الإمام الجواد عليه السلام كلها كانت مكتوبة بخطه لأنه يركز على مسألة فكتب بخطه أو فكتب عليه السلام اتسمت رسائل الإمام الجواد عموما بأنها رسائل موجزة مختصرة بلغة واضحة بعيدة عن التكلف والغمور فيما يخص الجانب الصوتي عموم الرسائل كانت ميالة للغة المرسلة غير المقيدة لكن في بعض الأحيان القليلة قد يحضر هذا الجانب الصوتي من قبيل يعني قوله يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء هذا يعني فتكرار لبعض العناصر تخلق جو ربما تحتاجه مثل هذه المسائل حضر الاشتقاق اللي نسميه التكرار الاشتقاقي في بعض نصوص الإمام عليه السلام مثل وسع الله عليك ولمن سألت به التوسعة في أهلك ولأهل بيتك ولك يا علي من أكبر التوسعة هذا ما يمكن أن نصطلح عليه بأنه التكرار الاشتقاقي وقد يتكرر يعني فد نوع من السجع المطرر نا بس نلتزم بالوقت خصائص الإسلوب في المستوى التركيبي جمل الإمام عليه السلام كانت موجزة مختصرة تميل إلى أن تكون بالأعم الأغلب جمل خبرية خالية من المؤكدات إلا في بعض الأحيان يلاحظ على الجمل خبرية ملحظ أن كثير من هذه الجمل قد مالت إلى أن تكون يعني من قبيل ظاهرها جملة خبرية ولكن المعنى هو معنى إنشائي لأجل الدعاء لهذا الشخص الذي يرسل إليها الرسالة الجمل الإنشائية كانت أقل حضوراً كان الحضور الأوفر لأسلوب الأمر ثم أسلوب النداء ثم أسلوب النهي هذه الأساليب يعني جاءت مرة على الطلب الحقيقي الذي يراد منه تنفيذ المطلوب وفي بعض الأحيان أريد منها أغراض مجازية تفهم من السياق ربما هي فيما يخص القضايا الاقتباس الاقتباس عند الإمام مرد بصيغتين اقتباس مباشر واقتباس غير مباشر ربما الوقت لا يصعفنا أن نتحدث بالمزيد التزاماً بالوقت وحفاظاً على حقوق الآخرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور مزاحم على هذا التقديم الرائع والتقديم الموفي مارك الله فيكم شكراً للمشاهدة